يعني هي كلمة مش طويلة ولكن كل كلمة فيها في مكانها وهو أن يختار الكابتن محمود الخطيب بشخصه ثم أو بصفته ثم بشخصه رئيس النادي الآلي ثم بشخصه كمحمود الخطيب نيابة عن المكرمين هذا تكريم إضافي لوجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الآلي الذي يكرم عن أفكاره كمبدع كمؤسسة مبدعة في التعامل مع الأزمات أيضا اختيار الكابتن الخطيب للقاذ الكلمة التي جاءت موفقة في وجهة نظري هو تكريم آخر لوجود الكابتن الخطيب ممثل عن النادي الآلي ولشخصه الجملة المهمة اللي قالها كابتن الخطيب في أنه إزاي كل الفائزين وغير الفائزين يعتبروا الفوز بأي جائزة في حد ذاته دافع قوي لمزيد من التطور والنجاح والإنجاز وده الدور المهم جدا أو الفلسفة العملية لأي إنجاز يتحقق إزاي تحولوا إلى قوة دافع تساعد على المزيد من النجاح لأنه فعلا الأهم هو استمرار النجاح استمرار الإبداع استمرار الإبتكار الآلي ما وصلش للمكانة اللي هو فيها بهذا التميز إلا لأنه فعلا بيشتغل بعقول خلاقة وبأفكار مبتكرة بتساعدوا على مواجهة كل هذه التحديات وهذه الظروف